والعالم كله بتقولي انه ما فينا نقبضك جاد بكتير اشي بتعمله واني بكون امرار قصدي جاد بس بزعلك هالشي انه انت احيانا بدك تحكي جاد ما بدك تنقع يعني اني هلا بديجي احكي معك جاد بس ما عمشيني يعني انت هلا عم تحكي قصص عباس عن جاد فيها وجع بمحلات كتير وفيها اعجاب انا فيك لانه تحدى يعني طفل اشتغل اتكل عحاله مصاعب تحمل مسئولية يعني قصتك هي ملهمة لكتار ولقلة بس بذات الوقت يعني عم بتحك يعني في هيدا الشعور بانه عم بتحك وذات الوقت عم بتعلم شي لانه لو بدي كنت اخدهم بحزن انه اني والله بي ميت وما عندي ولا شي وما في شغل بالبنان وما في اعمل ولا شغلة وهذا هون عم يقولي كلمة وهذا هون عم يقولي كلمة فأكيد كنت قعدة بالبيت وكانت مثلي مثل اي شاب هلا قاعب ما عم يعمل ولا شي او كنت ضعت يمكن يمكن كنت تكون مثلا شاب خارج عن القانون يمكن كنت تضيع تروح على المخدرات اسهل شي هاي اسهل شي هاي اللي بيحط برأس الوقت ديها ميضا شو اللي حماك بعتقد امي اللي حمادتنا والناس اللي كانوا معي اللي اقراب مني كانوا كتير حلوين يعني ما كانوا يعملوا هاو الاشياء عشارة ناس كانوا ما قرون عازة ناس ما بيسوه بس ما تعلمت منهم شي ولا مره هيك انحرفت شوي ما في شاب ما بينحرف بس القوة انك انت تقدر تميزي بين منيح ومن منيح ايه اشتركوا في القناة